السلام عليكم الدراري. اخيرا شفنا السحب دل القرعة دل كيس امه انفريقية لاتقام في الكاميرون. نهار سعود يناير افنين وعشرين وغادي تسالي. نهار ستا فبرايد افنين وعشرين. مجموعة عادية الخطرة حارقة دل بصح بحيش طحنا مع جسر القمر وغانا والقابون. تقريبا مجموعة مش وازنة لكن المجموعة عادية نحنا هي اصعب مجموعة كما كتشوفوا معان حاليا عادنا المجموعة الولفة الكاميرون المستطيفة مع بوركنافاس ويتيوبيا والرأس الاخضر يعني مجموعة في متناول بالكاميرون. مجموعة ثانية عادنا السنغال زيمبابوي غينيا ملاوي وبالتالي سهلة بنسبة السنغال. مجموعة الرابعة عادنا نيجيريا ومسر والسودان هذه مجموعة بحال ديانا تقريبا تهي صعبة. مجموعة الخامسة في الجزائر والسيراليون غينيا السيوائية وكوت ديفور. جزائر وكوت ديفور موالي قدروا وتأهلوا يعني مجموعة بمتناول بالنسبة للفريقين. مجموعة السادسة في تونس ومالي ومريطانيا وقامبيا تيام توازنا. لكن اصعب مجموعة يدينا احنا المغرب بحيط احنا مع غانا جزر القمر والقابون. عدنا الجزائر في سلع قوية غانا والقابون. اشكي بل لكم الخوج واش نقدروا ندلل شو حاجة فهذا المجموعة عاول الله. بالنسبة لنا. إلا تقاتلنا وكاتفنا نقدروا نتأهلوا في المجموعة عادي. لكن ستكون صعب تضل بالصح والضغط على يكون اللاعب الكبار دينا بها الحاكيم وحاكيم ديشون صيري. لكن المدري بدينا خلوه لزيت كان خافهم منه صراحة بحيط انه ما كتعرفش هو شي قدر يربح او لما قدر تربح. غانا اخر مات كنا لعبنا معهم كان مات اميكال وربحنا بوحل زير ولاد في الياميق. لكن ربحنا غير بالزز ورغم انه ملعبوش بعد اللاعب الاساسيين ديالهم. وبالتالي كان هناك ضغط كبير على المنتخب المغربي. بحيط كنا مصر والالجيريا والسينيغال والكاميرون تقريبا دون محصل المنتخبات حاليا وليكتنافس معهم افريقيا كاملة. المغرب كتمنى تكون قوية بحيط عدنا جميع هياكل وجميع اللاعبين ممتازين. لكن عدنا بعض الاشياء او النقاط ضعف على مستوسط ميدان الخاص نعاجهم قبل هذا الكاس للامة افريقية. وايضا على التصفيات التي ستلعب ان شاء الله في شرط سعود هذا. يعني اخوتي سنشوفوا المماتش جايين للتصفيات لكن نبيه انه في يوم را غادي يمشون بزيان الكاسة وين فريقيا. لما نبيه انش عارفوا راقونا لكم مشاكل خاصة نعاجه قبل شعر واحد. هذا ما كان اخوتي اجبال لكم في قرعة اقول لي ايه واشل مغرب تقدرت اهل او لله ومجموع الساهل او لله. كان معكم اخدرك مروان اتشاء الله وليفراص.